بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم أخوان الطلاب والطالبات كنا وصلنا إلى صفحة مئة وسبعة وعشرين وأنهيناها من هذه المادة للدكتور الأستاذ الدكتور حسن غزالة حفظه الله في هذه المادة التي بعنوان مشاكل الترجمة طيب كنا أنهينا هذه موضوع الكلوكيشنز ربما أسرعت أنا هنا في يعني تغطيت هذا الجزء الأخير اللي هو الخلاصة والسبب في ذلك أنه يعني كلها مرينا عليها أثناء أثناء بحث أو شرح موضوع الكلوكيشنز وكان الدكتور هنا يلخص هذه المشاكل ويشير إلى الحلول ربما البعض يعني أدرك طريقة الدكتور أنه يعمل ملخص في آخر شابتر فصار يروح يترك كل الشابتر ويجي يقرأ الخلاصة هنا وهذا جيد يعني بس بالنسبة لي هنا أنا يعني إذا كنت فصلت داخل الشابتر ما راح يعني أرجع أفصل هنا وأقرأ بالتفصيل مثل ما شفت يعني أنا قرأت بسرعة وعلقت بسرعة كونه صار الأمر يعني مكرر بالنسبة لي فالطالب إذا يجي هنا ولم يستفد ليعلم أني أنا كنت شرحت بالتفصيل أثناء تناولها جزئية جزئية فيجب أن يعود يعني إلى الشرح من الأول طيب اليوم نبدأ في موضوع جديد وهو الفيكست فريزز وصفحة 128 اللعبارة الخاصة هي عبارة with a special meaning لها معنى خاص that cannot be understood لا يمكن فهمه from the direct surface meaning of its words لا يمكن فهم هذا المعنى بالنظر إلى المعنى السطحي المباشر للكلمات المؤلفة لهذه العبارة nor from their total meaning when taken together إذن ولا حتى من معناها الإجمالي من مجمل المعنى يعني عندما تأخذ هذه المعاني بعضها مبعا يعني عندك أنت عبارة من مثلا fixed phrase من كلمتين لو ترجمت كل كلمة على حدة ما رح تفهمهم ولو جبت المعنى المجمل للكلمتين أيضا كمان ما رح تفهمهم هذه الترجمة المباشرة أو الحرفية إذن هذه هي a special phrase a fixed phrase on the other hand العبارة الثابتة أو الموقوفة يعني a fixed phrase أو الجامدة إن أببت on the other hand is a phrase هي عبارة which always has one single grammatical and lexical form هي عبارة لها دائما معنى أحادي أو شكل أو أول شيء تركيب أحادي من حيث القواعد والنحو وأيضا من حيث المفردات وأيضا ترتيب هذه المفردات ولا يمكن تغيره وهكذا جاءنا هكذا ورد interrupted or reversed إذن لا يمكن أنك تغيره that cannot be changed ولا أن تغيره أو تعدل عليه أو تقلبه حتى هي عبارة اسمها عبارة ثابتة تركيبا وقواعدا وإلى آخره هكذا جاءت هكذا سمعناها المسموع في اللغة أنا أقدر أقول fixed phrase يعني الذي سمعناه هكذا ولا نفصل في في تركيبه والمكوناته الآن بتيجي أمثلة in this sense both idioms and proverbs are special and fixed phrases بالاعتماد على هذا التعريف هذا يقودنا إلى أن ما يسمى بالمصطلحات والأمثال الشعبي proverbs إذن هي ماذا هي أشياء تعتبر أو تصنف تحت باب fixed phrases لماذا لأن المثل الشعبي مثلا هي كلمات موضوع مع بعضها تشير إلى معنى معين فلا بإمكانك تغير فيها ولا تبدل نهائيا إذن هذا هو التفريق بين special phrase هي لها معنى خاص لا يمكن فهمه لا تكارنات بي أن درسود لا يمكن فهمه إنها لها معنى خاص لا يمكن فهمه من المعنى السطحي للكلمات المؤلفة لهذه العبارة ولا من يعني لا المعنى المفرد لكلمة كلمة ولا المعنى المجمل طيب التعابير الإصطلاحية المصطلحات ماذا ما معنى مصطلح في المصطلح يعني أصطلح عليه يعني أتفق عليه أتفق مع مين أتفق هذا التوافق التوافق الوضعي بين مين ومين بين أهل الفن نفسه في كل فن أهل الفن هذا المتخصصين يعني الأطباء في الطب اتفق على مصطلح معين يستخدمونهم خلص عشان يسهلوا التعامل هذا المصطلح سيشير لهذا المعنى ويعمم عليهم بجزء أنت تكون جاي من بر هذا المجال ولا تفهمه طبيعي لأنه أنت يعني لم تفهم حيثيات الأمر وليس هذا تخصصا وهكذا في كل فن يكون في تعابير معينة أصطلح عليها أنها تشير إلى معاني معينة يعرفها أهل الفن وفي العموم مثلا يكون في مصطلح تعارف عليه الناس هكذا الناس تعارف على هذا الشيء وقد يختلف من مثلا في الوطن العربي مصطلحات أهل سوري غير مصطلحات أهل مصر غير في أشياء مشتركة في أشياء تكون بل داخل البلد الواحد بين القرى والأقاليم قد يعني يكون تعابير معينة مصطلحة بينات بينهم عليها ولا يعرف أهل الإقليم لهم نفسهم أهل البلد إذن نبدأ بالتعابير الإصطلاحية تعريف الآن هو عبارة ثابتة تركيبها وشكلها لا يمكن تغييره غير قابل للتغيير ومعناه دائما نفسه غير مرن مجازي وغير مباشر إذن هذا تعريف الفيكس فريز لازم نحفظه مثلا على سبيل المثال يقول لك هارد تاسك ما ترجمت هارد تاسك كان بي ترسليت دايركلي انتو مهمة شاقة ليش قال دايركلي لأنه انت هنا يعني بس عليك تترجم الكلمة كلمة مهمة تاسك وهارد شاقة حتحط مهمة شاقة بس لا تقول مهمة قاسية هذا تكلمنا عنه بالكالوكيشنز فوق مهمة شاقة ممكن تقول مهمة قاسية بعدين تقول قاسية مش ماشي مع مهمة تقوم تغيرها ممكن مهمة شاقة مهمة متعبة مهمة مضنية مهمة مجهدة كل هذا المعنى انت تستطيع يعني ان تصل لمعنى هذه العبارة اللي هي هارد تاسك بترجمة المباشرة بيطلع معك المعنى لكن whereas طول أرد كانت كانت يعني شو يعني كانت بي ترانسليت لا يمكن ترجمتها مباشرة بيكوز شد نت بي ترانسليت انتو ان انكلير هذه هذه غير واضحة يعني انت بتقول طول طويل المعنى الاول لطول هو طويل المعنى الاول لأوردر هي امر اعطاء الامر مثلا فذول امر طويل او اوردر مثلا النظام نظام طويل او قرار قرار طويل اذا شو قرار طويل ولا امر طويل هذا ترجمة غير مقبولة اذا جئت ترجم كلمة مع كلمة لما شئت على نفس المنوال هنا لما ترجم لك كلمة مع كلمة مباشرة طلعت معني شي مفهوم اما هنا ما بيطلع معني شي مفهوم ماذا يعني ذلك يعني ذلك ان ما هنا مهمة شاقة هي لا عفوا اذا معنى ذلك الى انه يجب ان تنظر الى هذه طول اوردر ما معناها هي معناها مهمة شاقة طول اوردر معناها مهمة شاقة ولكن عندما تترجم مفرداتها ما بتعطيك مهمة شاقة مثل هنا لما ترجمنا المفردات يعني ممكن تقول عمل شاقة لو تاسك عمل او مهمة يعني في هذه التي فوق من السهل انك تصل للمعنى هنا لا يمكن ان تصل للمعنى لماذا لان هذه هي ما يسمى فكست فريز هكذا جاءت طول اوردر معناتها هارد تاسك يعني مهمة شاقة ولا يمكن ان تتنبأ بالمعنى من خلال الترجمة اللي هي المباشرة direct translation بيطلع معك امر طويل therefore the former is not an idiom whereas the latter is لذلك الذي تستطيع ان تترجم كلماته ولا زال يعطيك معنا فهو هذا ليس مصطلحا ليس مصطلحا لانك استطعت ان تستشف من نفس الكلمات المعنى بينما الاخرى لا تستطيع ان تستشف المعنى من مفردات الواردة ولذلك اصبح هذا يسمى شو idiom مصطلحا نشوف هنا امثلة the discussion of the translation of english idioms into arabic can be traced through the following three groups عندنا ثلاثة مجموعات رح نشوف كيف يعني موضوع ترجمة هذه المصطلحات مجموعة a الاف هي direct idioms المصطلحات المباشرة رح ناخذ يعني مثالا ومثاليا ثم انت يجب ان تطلع لها وتحفظها كل هذه passing the exam is not a bed of roses ما هو المصطلح هنا a bed of roses طيب شو الترجمة النجاح في الامتحان ليس طريقا مفروشا بالورود هذه هي ليس طريقا مفروشا اذا a bed of roses يعني هي الطريق المفروش بالورود لكن هنا a bed of roses نيجي هنا تحت الصديق الحقيقي لا يطعن في الظهر doesn't stab in the back stab in the back يطعن في الظهر stab in the back حق لي لا حق لك you scratch my back and I scratch yours حق لي لا حق لك امسك لي واقطع لك كل واكل اضيء لي واقدح لك الى اخره يعني تعمل لي بعمل بهذا المعنى مصلحة متبادلة ما الذي نلاحظ هنا انه هذا حطينا خط تحت شوف عشان تشوف المصطلح من اللغة الانجليزية والمصطلح باللغة العربية ولو جيت ترجم حرفيا مباشرة هتقول سرير من الورود يعني النجاح ليس سرير من الورود طيب ما تستطيع يعني يعني ممكن تستشف المعنى شوي تنتبه له لكن المعنى بتصير مش واردة نشوف المناقش الان تبع الدكتور نرجع لهم اذا هذه كلها انت لازم تقرأها وكما قلت مرة ثانية ممكن يعني يسألك عنها يعني ينتزعوا لك احداه وحطوه في نص وانت لازم تكون عارف هناك ما وردت في المادة هذه الآن notably these idioms are translated directly but should be understood indirectly شو اللي لاحظنا في معظمها انه انت هنا تقريبا تترجم مباشرة يعني لا يطعن في الظهر باستثناء هذه يعني مثلا انه هنا قلنا طريق ما قلنا سريب سريب ورود اما هنا يطعن في الظهر حكلي لا حك لك يعني حك ظهري تمام يعني يعني يجعل الدم يغلي في عروقي فالترجمة المباشرة واردة ولكن المعنى غير مباشر شو قل لي هذه المصطلحات السابقة يمكن ترجمتها مباشرة بش طريقة مباشرة لكن تفهم بطريقة غير مباشرة يعني فيه نوع من المجاز يعني شو يعني لما تقول لي طريقا ليس مفروشا بالورود انت ترجمت بشكل مباشر ولا لا الصديق الحقيقي لا يطعن في الظهر لا يطعن في الظهر هذه ترجمة مباشرة وهي جميلة ومقبولة لكن معناها ما معنى المعنى ما معنى المعنى ما المراد هنا المراد يعني لا يخون صح فانت هذه الرسالة اللي فهمتها indirectly that is they have metaphorical meanings يعني بمعنى they have metaphorical meanings indirectly يعني لها معاني المجازية صح لما قلنا لا يطعن في الظهر اي لا يخون يجعل الدم يغلي في عروقي يعني ايش يجعل الدم يعني خلاني غاضب جدا وهكذا او اخذته العصبية او الحمية اذا قلنا ممكن يعني يأتي بهذا المعنى كل هذا راح نشوف الان المعاني تبح يعني مثلا هنا لما قلنا النجاح في الامتحان ليس طريقا مفروشا بالبرود يعني النجاح في الامتحان امر صعب الصديق الحقيقي لا يطعن في الظهر يعني الصديق الحقيقي لا يخون وهكذا هذه المعاني التي دلت عليها التي دلت عليها هذه المجازات لذلك لذلك هي كلها مجازات ثابتة ثابتة او جامدة أي ان تقول شيئا لتعني شيئا اخر انت قلت انه لا يطعن في الظهر اكيده مرح يجيب يعني يخنجر ويضربك في ظهرك يعني لا يخونك هذا هو المعنى فالآن دعني نعطيك كل وحدة هذا المجاز يعني شو معنى لما قلنا النجاح في الامتحان ليس طريقا مفروشا بالبرود يعني النجاح في الامتحان شو يعني امر صعب يعني وهكذا لا يخون احنا كنا نقول يعني لا يخون وهكذا فتل جاره بدم بارد cold blood يعني insensitive يعني دون احساس اذا نحن جالسين نعطيك المعنى المراد من ذلك المجاز طيب والآن يعني تستعرضهم كلهم وبعدين نيجي نهون نعلق هذه هذه اللي الآن عطيناك المعاني هذه هي او هذه الترجمات هي تفسير للمصطلحات اللي عطيناكها في الانجليز احنا نعطيك التفسير ما نعطيك الترجمة يعني لما قل لك الصديق الحقيقي لا يطعن في الظهر هذا المجاز التفسير الصديق الحقيقي لا يخون فاحنا الآن في عندنا ترجمة ما هي الترجمة الصديق الحقيقي لا يطعن في الظهر بجيب المصطلح وما هو المعنى والترجمة والتأويل الصديق الحقيقي لا يخون فالآن احنا نعطيناك المعاني والترجمات كانت هي بالأول فوق طيب أنا شو أسوي لما تيجيني عبارة مثل هذه هنا ومثيلاتها هو كتب لي أروح أقول الصديق الحقيقي لا يخون أجيب المعنى تبع هذه ولا أقول لا يطعن في الظهر يقول لا هو لا يبغى يقول لا يخون كان يقول لك خلاص بس هو بده يضخم الموضوع بده يركز عن هذا الموضوع بده يجيب جمالية من جماليات اللغة فأنت لازم تحافظه عليها قدر المستطاع فتروح تجيب المصطلح في العربي المقابل له مثل موضوع إذا كان موجود إذا ما استطعت بتروح تعطي المعنى فتقول الصديق الحقيقي لا يخون أما لو عندك كلمة لا يطعن في الظهر معناها لا يخون وهذه متفق عليها في اللغة العربية مثلا إذن هذا لازم تجيبه في الأول عشان تحافظ على نفس الجمالي اللي معطيها هنا الكاتب النص الصديق الحقيقي لا يطعن في الظهر وكل ذلك نفس الشي تقول ليس طريقا مفروشا بالورود إذا كان يفهم هذا منه المجاز إنه صعب بتجيب المجاز ولا تلجأ للمعنى فتقول النجاح في الامتحاني فالنجاح في الامتحاني ليس ضعبا معنى هنا كان بيقول is not difficult بس وقال is not a bit of roses فلا تلجأ إلى المعنى إلا إذا تعذر أنك تجيب المجاز ليش بيقول لك لأنه أنت هنا مو شغلك كما يقول الدكتور أنك تشرح المصطلح أنت جالس تشرح لما تقول لي الصديق الحقيقي لا يخون بدل أن تقول الصديق الحقيقي لا يطعن في الظهر فأنت جالس تشرح مش جالس تترجم the student of translation need to concentrate in translating أنت لازم تركز على الترجمة وليس شرح المصطلح اللغة الإنجليزية إلى ما يقابله في اللغة العربية explanation is acceptable only when translation is not possible for a good reason فالشرح هذا مقبول في حال تعذر الترجمة لأسباب منطقية أو لأسباب شرعية أما ما عاد ذلك مثل هنا مثلا والله الكلمة على رأس لساني فتبقوا يعني يعني أنا على وشك أني أنطق لسانه لا أقول الكلمة على رأس لساني لأنه موجود إحنا تعبير على رأس لساني يعني ها إني على وشك أني أنطقها لا تشرح شرح The problem for the student is to have access to the equivalent idiom in Arabic إذن نرجع ونزيد المشكلة ماذا بالنسبة للطلبة؟ إنه يجد المصطلح في اللغة العربية المكافئة The solution is possibly not difficult for these two reasons والحل لهذه المشكلة ربما يقول دكتور يعني ليست صابب لسببين Such idioms are favorable for the students as well as for some pedantic teachers Therefore the translation is interesting for both of them يقول Such idioms are favorable for the students مثل هذه المصطلحات are favorable for the students as well as for the pedantic teachers إنه هذه المصطلحات يعني يقول يعني هي التي يفضلها الطلاب وأيضا المدرسين للطلاب والمعلمين المتحذقين بدانتك يعني متحذق شو يعني متحذق؟ متحذق يعني متكلف متصنع يدقق كثير على القواعد فهذا الشيء يفضله الأسادة أسادة يعني يدرسونك في عندك اللي هما مثلا يدرسون الترجمة فهو بده يشوف قدراتك عشان كده يدقق عليك يعني هو إنت لو ترجمت بالمعنى مثلا الصديق الحقيقي لا يخون هذه الترجمة مقبولة كل الناس تقولك مقبولة بس أستاذك بده يشوفك إنت بتعرف أنه أيضا تجي بالمصطلح هو حياطيك درجة على لا يخون بس ما حال تكون مثلا لو قلت مثلا الصديق الحقيقي لا يطعن في الظهر هو يريد أن يسمع تلك التي لا يطعن في الظهر أنا ما أدري هذا التبرير يعني المشكلة ليست صعبة لسببين السبب الأول أنه هي اللي يفضلها للطلاب والمعهد هذا مو سبب هذا يعني يقولك شيء تجبر عليه أنت لماذا لازم ترجم والله بسبب أنه الأستاذ يدقق علي ترى المهم المهم اثنين هذا هو التعليل أنه والله هذه المصطلحات يعني معظمها مع هذا التراث اللي عندنا الكثير من المخزون اللغوي نجد المصطلح المكافف اللغة العربية بكل سهولة إذا إذا كان الطلاب ترجموهم بشكل مباشر لو وجدوا أن كثير من ما يترجمنوا سيكون صحيحا مثل ما تقول لا يطعن في الظهر الترجمة مثل ما هي لا يطعن في الظهر كلمات بترجمة مباشرة تأتي إلى مصطلح مكاففة اللغة العربية تقريبا معظمهم وليس كلهم يعني مثل هناك مثلا أبيد الفروزز لو ترجم مباشرة حتقول سرير من الورود يعني بس إحنا لعبنا نقول سرير قلنا طريق بس لعبنا بهذا الكلمة أما doesn't stop in the back ما لعبنا بأي شيء فورا قلنا لا يطعن في الظهر كلمة لكلمة مباشرة إذا في هذه الفئة من المصطلحات بتتمر معنا كلهم حتجد أنه يعني لو مريت وترجمت كلمة لكلمة بيطلع معك المصطلح بكل سهولة كلهم جرب عليهم هنا أي وحدة يعني مثل هنا لما تقول let's turn a new page خلونا نقلب الصفحة أو لنفتح صفحة جديدة فإنت لما تترجم كلمة لكلمة بيطلع معك المصطلح في هذه الفئة نحن نتكلم عن فئة معينة من ال-edms أنه الترجم المباشرة مجرد الترجم المباشرة بيجي معك المصطلح الصحيح في أغلب الأحيان however when such translation is not understood ولكن احذر لما بترجم كلمة لكلمة مثل هناك النجاح ليس طريقا مفروشا بالورود أنت قلت ليس سريرا مفروشا بالورود هنا كلمة سريرا لا تستخدم هكذا في اللغة العربية لا نقول ذلك نقول طريقا فقل لك احذر أحيانا بعضها تحتاج إلى تعديل أحيانا تيجي موضحة كمثلا من الترجمة أو ترجمة آآ يعني مباشرة مثلا شو ممكن نعطي مثال عليها يعني يو آآ هنا من دير وحال المصطلحات هنا هون هين سيرفز تو ماترز آآ تو ماسترز يعني هين سيرفز تو ماسترز هو يخدم سيدين يعني تقريبا ما أنا بلاقي مش جالس ألاقي مثال لني أقول كلهم ما في عندي إلا هذا آآ ما في عندي بلاد فروزز يعني إنه والله قلت سيريره من الورود هي طريق مباشرة يعني يقول لك احذر بس إنه لما تترجم الترجمة مباشرة إنك ترجع تدقيق في هذه الترجمة عشان ما تطلع مثلا غريبة ولا فني أحيانا مضحكة أو غريبة جدا غير معلوفة إذن في هذا النوع من المصطلحات الترجمة المباشرة قد يعني تنتج عنها ترجمة صحيحة في غالب الوقت ولو وجدنا أحيانا إنه إذا ترجمنا مباشرة يطلع لي شيء غلط أو حيكون غريب فأنا أرجع أصحح الترجمة وأحور بالمعنى بحيث يصير مقبول الآن هذه الفئة اللي هي البي هي اللي حتشوف إنه لو ترجمت المفردات ترجمة مباشرة حتصير عندها ترجمة غريبة وأحيانا مضحكة مثلا نحن نقول طيب مصطلح هذا تعال ترجموا إنت كلمة لكلمة مباشرة حتقول يد ثانية طيب يقول لا إقرأ جملتك سيارتي يد ثانية قول هذا للناس العرب اللي حواليك يقول لك شو يعني سيارتك يد ثانية ما أنا فهمان إيش تقول إذن هذا هو لو عملت هذه الفئة مثل الفئة السابقة اللي هي ما رح يزبط وهنا لازم أن تبه سيارتي وعارف أنه تعني مستعملة ليس الجديد وكل هذا الآن عطيناك هذه أمثلة عشان نوفر الوقت أنت بتدرسهم كلهم كلهم وهذا محطوط هنا ومحطوط الترجمة الصحيحة لها نريد أن نقرأ النقاش وهذا النوع من الأمثلة كما هذه الأمثلة توضح هو اللي سبب مشاكل للطلاب لأن معظمها لا تحتمل ترجمة مباشرة ولا يمكن أن تفهم من المعنى الحرفي الفردي لكل جملة أو كل مصطلح وكل عبارة مثل ما قلنا سيارتي is a second hand ما بتقولي سيارتي يد ثانية وعطيناك هنا الترجمة الآن لكل واحد تروح تشوف اثنين هناك تقرأوا وتجي تقرأوا هنا هاي الترجمة الحرفية السخيفة يعني هنا هتكون التي لا تفهم وتكون مضحكة جدا مثل يعني تقول سيارتي يد ثانية شوية يعني سيارتي رد ثانية إنه العمل حماري يستطيع يعني أنك تجد الحصانة ميتة شو يعني ليس لأخي فرصة الكلب ايش يعني محناش فهمانين نحن نجلسين لأنه نترجم ترجمة حرفية أيضا المزيد من النقاص هذه الترجمات المباشرة تؤكد بما لا يدعو مجالا للشك that the meaning in Arabic is either unclear أنه إذا ترجم ترجمة حرفية حيطلع المعنى إما أنه يكون غير واضح quite strange غير مألوف أبدا or unacceptable أو غير مقبول على الإطلاق مثل سيارة يد ثانية هنا ما فيها مجال ما رح تفهمها لكن بعضها ممكن يعني مثلا ما قلنا بمقدوره أن يمشي على الماء هنا والله ممكن can be understood يعني لما جينا هنا نقرأ شو تكون هي العبارة الأصلية هذه كم رقمها ثلاثة ثلاثة نشوف ثلاثة أيها he can walk on water يستطيع يستطيع أن يمشي على الماء ترجمة ترجاحة فيه يستطيع أن يمشي على الماء كل الناس عارفين أن الماء من المستحيل يمشي عليه لكن هو يستطيع من هنا في أمر خارق معجز فكويس يعني ظلت ماشي يستطيع أن يمشي على الماء تحس هنا في نوع من المجاز وارد أو كان لازم يقول يستطيع أن يصنع المعجزات أو في وسع أن يفعل المعجزات فوعدها ما في إلا وحدة هذه يعني طلعت مقبولة أما الباقي كله غير مقبول لك تترجم ترجم مباشرة ويقول لك what is سيارة يد ثانية كلب في المعلف إلى آخره كل هذه ما عندنا سيارة يد ثانية مصطلح ثاني اسمه يد ثانية ولا في المعلف ما عندنا and the other hand transition is like هل لك أن تكون أمنا and الجنود بطات جالسة are strange and funny صح يعني هذه الجنود بطات جالسة وهكذا بترجم حرفية مضحكة جدا أقول لك غريبة ومضحكة وأيضا قذفة ورمية كبيرة ومعرف وعمل قردي وعمل إلى آخرى are not only odd but insulting هذه الأشياء مو بس يعني غريبة ولكنها مهينة شو تقول يعني عمل حماري فرصة كلب يعني هنا في شتيمة and therefore can be described as dangerous translation ولذلك لو واحد ترجم هكذا بتكون يعني تعتبر ترجمات خطيرة these translations are simply unacceptable هذه الترجمات غير مقبولة and students must avoid them وعلى الطلاب أن يتجنبوهم بالمطلق unfortunately they resort to them every time they translate such idioms committing serious silly mistakes as appointed ولكن لسوء الحظ بعض الطلاب يترجم هكذا وبينتهي فيهم المطاف بأنه يعني يرتكبون أخطاء سخيفة وخطيرة جدا أحيانا كما بينا يعني المنطق يا أخوان المنطق وحيانا بقوله يعني لما توري الترجمة مثل ذاك بقول لك هذا مستحيل يا أمة أنه شخص هذا لم يعمل بالترجمة أبداً ولا هذه ترجمة آلية ولا إنسان ما سمع العربية ما قد سمع العربية مهما يكون لا تضع ترجمة يعني إلا ما قرأتها والمنطق يحكمه وتستطيع تبررها غير ذلك لا تترجم نهائياً طيب ما هو الحل هذا النوع من المصطلحات الحل في ترجمته هو أول أن تفهمه في سياقه ليش لأنه لا يمكن فهمه منزوعاً من سياقه فلذلك لازم تحطه على القاموس الإنجليزي الإنجليزي والقاموس الإنجليزي الإنجليزي هو يشرح لك يشرح لك المعنى أي واحدة من هذول مثلاً تيجي هنا بتقول ونطبق عملياً أنت الآن تقرأ فرحت ترجمتها يجلد ودد ميت وحصان يعني فطلعت معك أنت تجلد حصاناً ميتاً وكتبتها هكذا لكن قرأت أنت تجلد حصاناً ميتاً شو يعني أنت تجلد حصاناً ميتاً وضمن السياق مثلاً جالس أنت هل في عندك هل في النص قالوا لك في حصان مات وجه صاحب وجلس يجلد فيه مثلاً لا أنت جالس تتكلم مثلاً في موضوع آخر وفجأة طلعت لك هذه العبارة ما لها علاقة ما في محد جاء بصيرت حصان في الموضوع ولا شي فهنا قل لنفسك أنا الآن أمامك يعني شيء في نوع من المجاز أو الإصطلاح فبتأخذ عبارة وبتفتح جوجل وبتبحث عنها وحن نشوف الآن كيف نحط هنا ما نقول فلوغينج فلوغ آه ديد شوف طلع عليها مباشرة هورس ميننج أكتب كذا فلوغا ديد هورس ميننج وإنتر الآن أول ما يطلع لك يعني المصطلح طلع لك في نفس استقاموز دكشيناري ودكشيناري يقول لك من وين جايب يقول لك نجايب لك يا من أوكسفورد وحط لك كيف حتى لو ضغطت هنا أنتو مرح تسمع بس أنا راح أسمعوه كيف تنطقوه وهنا أعطاك المعنى قال لك ويست أنرجي تهدر طاقتك على قضية خاسرة أو موقف لا يمكن تغييره يعني أنت جالس زي ما يقولون تنفخ في قربة مقطوعة صح أو مخرومة زي ما يقولون المصريين تنفخ تنفخ في مكانك مش جالسة هي تنتفخ معك ليش؟ لأنه مخرومة خلص إذن الآن أنت فهمت المعنى قد يتداع لك قول الشعر ولكن لا حياته لمن تنادي خلص إذن الآن فهمنا المعنى الآن لما فهمت المعنى تروح تبحث عن المصطلح في اللغة العربية تحاول تجده ما وجدت تيجي أنت هنا تترجم بالمعنى تلجأ إلى المعنى تقول ما في أمل يعني ما في أمل ترك الموضوع وهنا بيعطوك كمان توضيحات لما تنزل قل ما أقول لك يعني 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 تبدل جهدك في شيء أنت عارف أن المرح ليس منه طائل فالآن أنت فهمت وهو تنزل شوف لسه ما انتهي هذا كل وبيعطوك معاني لهذا المصطلح إذن ماذا نستنتج نستنتج أنه الأمر سهل يعني الآن كشف المصطلحات الحمد لله مع يعني التقنية وسرعة الوصول إلى المعاني إذن نقول أول شيء أن تفهم هذه في سياقها التي الوارد لأنه لا يمكن أن تفهم هذه المصطلحات بمعزل عن السياق ولذلك هذا هو السبب اللي إحنا منجيب لك يوم ضمن جملة ما منجيب لك هكذا مقطوع لا منجيب لك يوم ضمن جملة وسياق إذا السياق ما ساعدك ممكن أن تترجم حرفياً للكلمات تعاملهم مثل معاملة لكن بشرط أنه يطلع شيء معك مفهوم يعني شيء مفهوم يؤدي المعنى إذا ما طلع إذا هاي الترجمة الحرفية للكلمات ما أسعفتك وعطتك معنى مفهوم فهنا يعني أنت هنا يعني كان يقول لك دكتور تحاول تترجمهم بالاتكاء على معلوماتك الخاصة لو طلعت معك الترجمة غير مقبولة يقول لك روح ابحث في أولا القاموس الإنجليزي الإنجليزي مثل ما احنا عملنا أو إنجليزي عربي متخصص ويكون في صفحة الإنجليزي مثلا معظم الآن القواموس يعني تورد يعني هذه الإنجليز أثناء شرح الكلمات بكل الأحوال لازم الطالب يكون حذر عندما يلجأ إلى الترجمة المباشرة لأي مصطلح بمعنى أنه ممكن هو يجري اختبار عشان يحكم على صحة الترجمة من آدمها بمعنى إذا انت ترجمت حرفيا مباشرة وطلعت الترجمة مفهومة للناس ولم يستغربها الناس كويس وإلا إذا ما فهمتنا لازم يقول له سيارتي يد ثانية حاول حاول قال لك يا أخي والله من يعرف شو تكسب من آتوا يد ثانية هنا فيها مشكلة والله سيارتي قديمة آه يعني مستعملة تمام يقول لك يعني بالتجربة وجدنا أنه عادة أن الطلاب يحبون مغرمون بالمصطلحات ويحفظون منها كثير ليش لأنه يقول لك يعني آه عشان هي غير مألوفة عند الناس وأيضا يركز عليها المدرسين المدرسون لماذا يركز عليها المدرسون عشان يوروك يعني قوتهم أنه يستعرض يعني يستعرضوا معرفتهم أمامك therefore they may not find them as problematic as some might think ولذلك قول لك هذا الأمر بسبب ذلك لأنه الطلاب يتركز عليهم كثير رجعنا للسببين الذكرهم والدكتور وحذلقت المدرسين فيعني عادة يعني الطلاب مشاكلهم قليلة في هذا النوع من الترجمة المصطلحات ما أدري يعني هل الطلاب فعلا يكثرون من حفظ المصطلحات ربما نيجي هنا إلى جروب سي وهي الفريز الفيرب الفريز الفيرب مرينا عليها مع الكلوكيشن فريز الفيرب إذا نحن نعتبر فريز الفيرب هي طائفة من طائف المصطلحات وهي أقول لك هي عبارة عن مصطلحات شائعة ومتفق عليها وإحنا مرينا عليها ما هو الفريز الفيرب هو عبارة عن ذرب متبوعية أما بأدفير أو بأدفير وهكذا لما يجتمعوا مع بعض بيعطونا مصطلح معنى قد يكون مغاير للمعنى مثلا مثلا put up و put on put يضع put on هذا حرف جر متصل بال put معه ولا لوحده وحنشوف الآن ما نشوف it has a special idiomatic meaning هذا الفعل المتبوع بحرف جر أو ظرف أو حال يصبح له معنى إصطلاحي في اللغة that cannot be understood لا يمكن فهمه from the individual meaning of the verb and the adverb taken together يعني أما تقول put on هكذا لوحده ما نستطيع نفهم المعنى وتقول put يضع وتقول on على يضع على ممكن يكون يضع على وممكن يكون معنى ثاني راح نشوفه بعد شوي the students face a big problem at translating English phrasal verbs into Arabic وهنا يجد الطلاب صعوبة كبيرة في ترجمة هذا النوع من الأفعال إلى العربية because they are misleading ليش لأنهم يعني لها معنى ظاهري وليس معنى الحقيقي and usually confused with preposition verse ما هو السبب لأنه حرف الجر اللي بعدهم هو اللي يخلق للمشكلة which are not idiomatic and return their normal dark meaning لأنه ممكن هذا حرف الجر يكون لازم يترجمه لوحده على حدة والفعل على حدة والاثنين مع بعض لازم يعطوني معنى مختلف طيب the criterion for distinguishing between the two types of verb is to apply direct translation to both of them to find out if meaning is altered طيب أنا كيف أعرف ترجم ترجمة حرفية أنت ترجمة مباشرة أشوف هل المعنى مستقيم يعني شلون أنت يجاك هنا الجملة فتقول please put the book on the table لطفا ضع الكتابة على الطاولة هل عندك مشكلة فيها؟ ما عندنا مشكلة فيها إذن هذا حرف جر قلنا على الطاولة طيب please put your coat on أرجوك ضع معطفك على أيوة put your coat on هنا الآن لما ترجمت ترجمة مباشرة طلعت معك جملة ناقصة ضع معطفك على على إيش؟ وهل هذا معناتها يضع على؟ ولا معناتها يلبس؟ يعني يقول لك الرجاء إلبس معطفك يعني يعني ضع معطفك عليك بس نقول put on هنا بمعنى يلبس put on هنا بمعنى يضع على إذا هذا حرف جر مستقل عن الفعل بينما هذا حرف جر particle نسميه متصب الفعل فصار اسمه phrasal verb إذن هذا phrasal verb هذا الفعل معزول عن حرف الجر أرأيت الآن الخطورة؟ وهكذا ستأتي أمثلة من هذا القرير الآن يقول لي clearly one is possible and understone الأولى هذه من الواضح إنها معقولة لما قلنا من فضلك ضاع الكتاب على الطاولة وهي مفهومة أما اثنين is not ليست مفهومة ليش؟ لأنه الآن مقطوعة إذا قلت من فضلك ضاع معطفك على على ماذا؟ منقوصة منقوصة بعد الفعل بعد حرف الجر on لازم كون في تتم ضاع معطفك على إيش؟ منتاشي مكمل لي So the former is a prepositional verb فنستنتج أن هنا هذا هو حرف جر منفصل عن هذا أما الثانية فهي phrasal verb هذا كل اللي أنا قلته الآن يعيد الدكتور ولذلك صار عندي معنى اصطلاحي هنا ما هو؟ لازم كون عارف أنه put on لما يجتمع بعض تعطيني معنى يلبس يعني wear dress that has no relation وهل هناك صلة بين هذا وهذا؟ يلبس ويضع على الطاولة لا يوجد صح؟ معنى هنا put on هنا put on طيب let's focus now on the translation of phrasal verbs starting with giving examples under group C الآن هذة كلها أفعال جاية ما يسمى phrasal verbs يا متبوعة بظرف مثلا argue back ولا متبوعة بحرجر ask up مثلا أو out حرجر إلى آخره ما حنخوثهم واحدة واحدة لكن أنت بدك تقرأهم كلهم وتحفظهم كلهم نريد أن نوفر الوقت ونقرأ مناقشة الدكتور the meanings of English phrasal verbs are mostly unpredictable and unfamiliar to students أولا لازم نعرف أنه معاني هاي اللي phrasal verbs لا يمكن التنبؤ بها وبتكون يعني غير مألوفة للطلبة لعنما بقولك take off هكذا take off take off هذي ايش معاناها لوحدها ما تقدر تخمن ولا تقول take يأخذ وoff من يأخذ من لا ما تستطيع تخمن هكذا من ترجمة متى كل مفرد أو كل قسم على أحدا هذا كله بمجمله وما هي فيها بطولة لازم تروح يعني تسأل أحد يعرف ولا القاموس بس ما لك لك كده take off يعني معانا طائرة أقلعت يعني إقلاع انظر معانو take يأخذ شو داخل أخذ من الإقلاع وإيش العلاقة بينهم ما في علاقة لذلك هذا نقول لك الفريز الفير بيكتسب معنا خاصا به yet the preposition on implies the idea of doing something over a period of time continuously when it combines with verbs لكن الآن بيقول لك أولا لازم تعرف أنه معاني هذه الفريز الفير بس لا يمكن التنبؤ بها ولكن في معطيات يعني نقول ممكن إشارات معينة تخليك تعرف مثلا إذا ترافق حرف الجر on مع أفعال مثل continue carry أفوان مثل أيوة مثل carry continue و drive يعني ما أقول لك مثلا أو فنقو هون go on و carry on و drive on لما ييجي on محم on تعطي تفيد معنى الاستمرارية كان يقول لك استمر في فعل ذلك carry on drive on go on يعني خليك مستمر في ما تفعله استمر في الذهاب استمر في القيادة إلى آخر فحرف الجر on شو بقول لك فيه معنى متضمن أنه يدل على ممارسة الفعل باستمرار وعدم التوقف فهذا هو الذي يعني يقول ممكن تعطيك إشارة خمل معنى in a similar way the adverb of لما ييجي هنا ال off هذه الدبل ال o مع الدبل f تعطيك فكرة ماذا الإقلاع عفوا نقول الإقلاع الانتهاء leaving أو المغادرة أو التخلص من شيء صح؟ يعني مثل ما قلنا take off يعني الإقلاع يعني شو يعني غادر مشا راح مثلا يقول get off يعني مغادرة call off يعني إلغي take off ممكن تكون إقلاع ممكن تكون مثلا take off your clothes يعني اخلع ملابسك هناك put on هناك take off فال off هذه تعطي معنى الانهاء الانهاء لما تترافق مع فعال وأيضا عندك أوه توحي بنفس المعاني السابقة يعني أنه التخلص أو يأخذ شيء أو أحدا بعيدا عن شيء آخر مثلا لما أقول go away go away يعني روح أطلع من هنا throw away يعني يتخلص wipe away يعني يمسح أو يزيل إلى آخرين وأيضا the adverb up up هذا can also have a general meaning of doing or finishing something quickly تعطيك معنى أنه فعل الشيء أو الانتهاء منه ولكن بسرعة على عجل ما أقول لك drink up يعني drink completely drink up يعني اشربوا كله لا تخلي في شيء ودفعة واحدة at one time و eat up يعني يخلص وجبتك إلى آخرين ليش هاي الأمثلة عشان نقول لك أنه أحيانا يعني هذا نسميه particle هذا الجزء اللي بكون مع الفريز الفرب نسميه particle الparticle هذي ما أقول هذا حرجر ولا add there الparticle هذا لما يجتمع على الفعل ممكن يعطيك معنى مثل ما قلنا on تفيد والله فيه استمرارية off تفيد يعني التخلص أو الانتهاء من الشيء يعني يعطيك إشارة إلى تخوين هذا المقصود هذا المقصود هذا الكلام بس برضو ما بخليك تقدر تعرف المعنى بدقة بدون الرجوع للقامس that some adverbs and prepositions have fixed general meanings إذن هذا لا يقودنا إلى this doesn't lead to the conclusion that some adverbs and prepositions have fixed general meanings when combining with any verb because of three reasons ومع ذلك ما بصير نأتي إلى خلاصة أنه والله لها معاني يعني ثابتة لا لا يعني يبقى أنت بقولك تخمن المعنى فيه إشارة على المعنى لما تشوف on ولا up ولا off ولا كذا كذا ولكن هذا لا يعني أنك عرفت المعنى مباشرة قد يكون صحيح قد لا يكون صحيح يعني مثل أنما قلت take off take off تقلع الطائرة بس كمان عندي take off معناه يخلع ملابس وإيش بدك تترجم هنا يخلع الملابس ولا تقلع الطائرة نقول ما تستطيع لازم تشوف السياق ولازم تشوف القاموس مثلا the combinations of the same إذن لماذا لا يمكن أن يكون لها معنى ثابت هذه الفريز الفيربز لهذه الأسباب إحنا كنا نقول on يعني تعطي الاستمرارية طيب هون go on والله تفيد الاستمرارية يعني إذهب استمر في الذات but put on استمر في الوضع لا يلبس إذن إذن تغير الفعل كمان بيؤدي إلى تغير في المعنى ممكن تقول والله on صحنا نعرف أنه تدلع الاستمرارية بس لما تغير ها مع فعال ثانية ما عاش تعطي الاستمرارية إذن هذا هو تغيير الفعل مع في كل مرة يعطيني معنى جديد يحدد القاموس خذ مثلا هذا المثال go on يستمر put on مثل اللي قلنا وhang on ينتظر on 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 هن تفيد الاستمرارية هن ما لها علاقة بالاستمرارية وهذه أمثلة طيب أيضا the same combination of a preposition and a verb can have different meanings حتى نفس الفعل come off هذا مثلا come off هو نفسه يتغير هذه معاني انظر ممكن يكون يغادر ممكن ينجح ممكن يصل الى نتيجة نفسه هو شوف هذه المعاني واللي ولا واحد له علاقة بالثاني the same meaning can be expressed by different combinations إذن نفسه هو ممكن يكون له عدة معاني وأيضا المعنى ممكن يعني المعنى انت بدك يلبس يلبس بقول put on aware أو مثلا هنا معنى يغادر كلمة يغادر ممكن اقول go away وget off ولا out ولا go out ولا push off ولا buzz off الى آخري هذا يعطيناك نفس المعنى الواحد له عدة تغييرات من الزبع عدة يعني الزبع الزبع طيب الآن ما هو الحل ما هو الحل ما هو الحل مجال للطلاب لا يوجد مجال للطلاب لتعرف المدرسين وغير المدرسين حتى أهل اللغة نفسهم لا يوجد مجال يعرف كل الفريز الفرز ولا كل فرز كم بيجي مع حرف جر وآد فرز خاصة يعني المشهورة مثل هذول لهم مليون واحدة كل واحدة نظم سبعين معنى له الفعل take has over 300 meanings له أكثر من 300 معنى come to has 45 entries of main meanings افتح القاموس على come to وشوف كم لها في القاموس never the less they are able to know and memorize the most طيب شو نسوي والله في شيء اسمه دربة مع الأيام انت بتحصل هذه الأشياء كل ما كبرت وطلعت وقراءت وصير انت تحفظ الأشياء اذا never the less they are able to know and memorize the most important combinations of the common أول شيء انك مثلا تصير تبدأ تحفظ أهم المعاني لل phrasal verb والأكثر استخداما why they use phrasal verbs مثلا some exam override تشوف تشوف يعني الامثل اللي احنا مرنا عليها هذه قبل شوي كل هذي كل هذي هذي من أشهر الأفعال this is similar to irregular values مثل انت لما بديت تتعاطم على الأفعال irregular صح احنا الأفعال تصرف ed في اللغة الإنجليزية الماضي والتعم ed مثلا ask كنت تقول ask ask بعدين صرت تحفظ عن go مثلا when to can eat eat drink drink come came come صرت تحفظ مع الأيام وهكذا تجي يعني أول بأول أيضا ودائما تركز على المعنى المشترك بيناتهم المعنى الرئيسي لهذه الأفعال مثلا الفعل come طبعا الحل أنه أيضا هنا في هذه المرحلة لا أحافظ أرجع للقاموس ترجع للقاموس كثيرا ولما ترجع للقاموس تبدأ تحفظ لكن هنا الآن الحل الثاني أنك تركز على المعنى المشترك بين هذه الأفعال المجموعة المجموعة come has about 68 phrasal combinations الكم هذا عنده 68 phrasal combination يعني come on come to come off come down إلى آخر لكن شو المشترك أو الأشهر بين آتهم إيش هو من الأشهر هم سبعة إذن من أصل 68 نزلناه هم سبعة ممتاز هذه مثلا أشهرها على الإطلاق ما هي come to يصل إلى come in يدخل come across يصادف come on يتقدم هيا إلى آخري come off يسقط come out يبرز come through يخرج سالم إذن أنت عندك هذول بدول هذول الأشهر المتداول بعدين لازم ترجع إلى each of these combinations هذا هذا number وحتى كل واحد من هذول له عدة معاني كل واحد منهم له عدة معاني لكن في نفس الوقت فيهم معنى مشترك ما هو which is the one mentioned here ما هو هو هذه الأشياء المعنى المشترك هذه السبعة مثلا كل واحد له عدة معاني لكن المعاني هذه يعني لما تقول come on نصنف لك معاني وكلهم لها علاقة بالدخول هنا come out كل العلاقة بالبروز إلى آخر at the same time it has a core قلناها students can satisfy themselves with these common phrasal combinations of come and with their core meanings only انت شبت تركز تركز على هذه المعاني الشائعة من كل فعل في أكثر من واحد يكون هو يعني أكثر استخداما وفي معنى رابط بين آتم this is hopefully possible for the studio translation وهذا متاح after all phrasal verbs have entries in good dictionaries ولا بترجع على القاموس وسهل انك تلاقيهم بالقاموس بكل سهولة الآن قبل ما أقرأ الآن حكا نتكلم عن idioms حاول تقرأ لهذه الآن من وراء الشاشة شو راح تقول قلت إن فاين طي كويس ليش لأن أنت الآن يعني قلت هذه حفظها فاين فاين يعني جيد كويس دقيق إلى آخر لها عدة معنى لكن شو يعني إن فاين لو انت قرأت فاين هتقول في إيش أساسا إذا هذه هي صفة حرف الجر ما يجي بعد الصفة وبعدين جاي لي هنا عشان شو الآن شو السياق يعني لازل تحكم ضمير حشو هون جاي فاصلة إيش اللي نبدأ في الكلام ويجي فاصلة بعد يا إما آد مثل however مثلا ولا never the less أو prepositional phrase مثلا prepositional phrase إذا prepositional phrase يعني هذا حرف جر وهذا اسم بس تحافظ فاين عزاز adjective شو هذا ولا جاي بعد اسم وشو بدك ترجم بإيش بالخير شو يعني بالخير فاين ولا كويس في الجميل مش مفهوم صح فهنا هذا المقول حكم ضميرك حكم منطقك اللغوي إحساسك باللغة هذه هنا لازم تقول مازبول يعني شو يعني 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 أخيرا الخلاصة وهكذا فكويس هاي مرت معنا عشان ندلل على ما نقول إذن الخلاصة المصطلحات هي قلنا عبارات جامدة لازم تنتبه لها جيدا كطالب في المجمل قلنا الترجمة مباشرة قد تكون خطيرة ما شفنا إلا الجروب A اللي كانت يعني متاحة شوي ولازم أيضا تنتبه للسياق وترجع للقاموس ثنائي اللغة وأحد لغة أو يسأل الأستاذ أو دكتور المادة عنهم عندما يتعامل مع هذا النوع من العبارات اللي سمينا فكست فريز طيب الفقرات تقريبا صارنا ساعة الآن في هذه الجلسة خليني نتوقف هنا وهذا نعملها بجلسة مفصلة وصلنا لصفحة 138 نبدأ إن شاء الله منها في اللقاء القادم حتى ذلك الحين أتمنى ك